بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله عزائي طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي التعليم المستمر أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة لغتي من هذا الفصل الدراسي الثالث معكم المعلم علي بن محمد الأحبري حياكم الله يا حبتي هيا بنا نتعرف على درسنا لهذا اليوم كما يظهر على الشاشة أمامكم موضوع الدرس الظاهرة الإملائية الألف اللينة في آخر الفعل إذن هذا هو درسنا يا حبتي الألف اللينة في آخر الفعل خير بداية لكل بداية بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي بارك الله فيكم نحضر الكتاب ونفتع على الصفحة الظاهرة على الشاشة أمامكم هذا هو كتابنا كتاب اللغة يظهر على الشاشة أمامكم لصف الثاني نفتع على الصفحة مائتين وسبعة وسبعين عند انتقالنا لهذه الصفحة وقبل ذلك يا حبتي نستعرض معكم أهداف درسنا سويا أولا تعرف الألف اللينة سنتعرف ما هي هذه الألف اللينة وعين تأتي في الكلمة اثنان استعمال الألف اللينة آخر الفعل حسنا يا حبتي إذن درسنا هذا هو يظهر أمامكم الألف اللينة في آخر الفعل بداية هيا نقرأ الأمثلة سويا رأى محمود التردد باديا على وجه سامي مرة أخرى رأى محمود التردد باديا على وجه سامي دنى محمود منه حكى سامي لأصدقائه قصة نجاحه حكى سامي لأصدقائه قصة نجاحه حسنا بعد أن قرأنا الأمثلة سويا أحبتي بارك الله فيكم هيا بنا نتعرف ونلاحظ في هذا الجدول ألاحظ الجدول وأميز لماذا كتبت الألف في آخر الأفعال الماضية تارة قائمة بهذا الشكل وتارة على صورة لياء بهذا الشكل مرة علينا في الأمثلة يا أحبتي كلمة رأى محمود وأيضا دنى محمود وأيضا حكى كل هذه مرت علينا قبل قليل لاحظوا يا أحبتي الألف التي أتت في آخر كل كلمة من هذه الكلمات تارة على صورة لياء رأى وتارة قائمة حسنا نحظ هنا العمود بعنوان الأفعال الماضية رأى دنى حكى كل هذه يا أحبتي أفعال حدثت في الزمن الماضي رأى وانتهى دنى أي اقترب وانتهى هذا الفعل هذا الحدث وأيضا حكى هل لازال يحكي الآن؟ لا في الزمن الماضي لذلك هي تعتبر أفعال تعتبر أفعالا ماضية حسنا مضارعها هذا العمود الثاني حسنا رأى مضارعها يرى مضارعها يرى رأى في السابق والآن يرى دنى يدنو حكى يحكي حسنا ننتقل إلى العمود الثالث بعنوان المفعول المطلق منها مصدرها أي المصدر يا أحبتي لاحظوا هنا رأى يرى رأيا رأى يرى رأيا دنى يدنو دنوا دنى يدنو دنوا حكى يحكي حكاية لاحظوا يا أحبتي الفعل الماضي هنا كتبة الألف قائمة لماذا؟ لأن الفعل المضارع أو المفعول المطلق انقلبت الألف هذه إلى أي حرف أحسنتم بحرف الواو ولكن عندما كتبنا الألف بهذا الشكل رأى حكى كتبناها على صورة الياء لأنها في الفعل المضارع أو في المفعول المطلق تنقلب إلى يا فهنا رأى رأيا رأى رأيا بانت معنا هنا في رأيا الفعل المضارع كذلك يرى بنفس الحرف الألف ولكن عندما انتقلنا إلى المفعول المطلق أو المصدر قلنا رأيا انقلبة الألف إلى يا كذلك هنا في حكى يحكي حكى يحكي انقلبة الألف هنا إلى أي حرف حرف الياء ومن هذا يا حبتي نلاحظ ونتساعد سويا في تنفيذ هذا النشاط ولاحظوا آخر الفعل الماضي في كلمة رأى ماذا انقلبت ألفه وأين انقلبت الإجابة هنا انقلبت ألفه يا أن في المفعول المطلق رأى رأيا حسنا في كلمة دنى الفعل الماضي دنى ولاحظ آخرة ماذا انقلبت ألفه وأين في أي مكان انقلبت ألف إلى أي حرف نقول أحسنتم انقلبت وان أين في الفعل المضارع وأيضا في المصدر فقلنا فقلنا ماذا دنى يدنو يدنو دنو دنى يدنو دنو حسنا أما في حكا انقلبت ألفه إلى أي حرف أحسنتم انقلبت إلى يا في الفعل المضارع فقلنا حكا أحسنتم يحكي حكا يحكي يحكي إذن بعد أن لاحظنا هذه الأشياء كلها هيا بنا نستنتج نستنتج ماذا استنتج تكتب الألف اللينة في آخر الفعل الماضي الثلاثي ما معنى الثلاثي أحسنتم المكون من ثلاثة أحرف فقط تكتب قائمة بهذا الشكل إذا انقلبت فراغ في فراغ إذا انقلبت إلى ماذا تكتب قائمة أحسنتم إذا انقلبت إلى و إذا انقلبت واو في ماذا في المضارع أو المفعول المطلق وإيضا يا حبتي تكتب الألف اللينة في آخر الفعل الماضي الثلاثي على صورة الياء إذا انقلبت ماذا سنتم ياء في المضارع أو المفعول المطلق المصدر هيا بنا يا حبتي نطبق شفهيا بالتحدث سنطبق شفهيا الآن سويا هيا بأحبتي نتعاون معا في تنفيذ هذا النشاط نقرأ في البداية المطلوب أقرأ الأفعال الماضية وأتعرف معانيها حسنا هيا بنا نقرأ الأفعال رمى معناها ألقى رمى معناها ألقى حسنا بكى ما معنى بكى؟ معناها معناها دمعت عيناه حزنا وروى معناها سقى طوى معناها ثنى جفى تعني بعدة ومحى تعني أزالة وتلا تعني قرأة وعلى تعني التفع لاحظوا يا حبتي كلها أفعال ثلاثية انتهت بحرف واحد بصوت واحد صوت الألف هذه هي يا حبتي الألف اللينة إذا نستفيد ماذا يا حبتي هنا؟ نقول الألف اللينة في الأفعال غير الثلاثية حسنا الآن يا حبتي فيما يخص الأفعال غير الثلاثية التي تزيد حروفها عن ثلاثة أحرف يقول هنا ألف اللينة في الأفعال غير الثلاثية تكتب على صورة الياء مثل استدعى أفضى اصطفى ارتوى اهتدى دائما يا حبتي تكتب بهذا الشكل في الأفعال غير الثلاثية بهذا الشكل منحنية على صورة الياء إلا في حالة واحدة إذا سبقت هذه الألف اللينة بحرف ياء فإنها تكتب قائمة لحظوا الأمثلة يا حبتي معنا سويا إلا إذا كان قبلها ياء فتكتب قائمة مثل كلمة أحيا أو أعيا بارك الله فيكم أحبتي بارك الله فيكم بعد أن قرأنا وتعرفنا المعاني ننتقل إلى أن نأتي بالفعل المضارع من الأفعال السابقة الأفعال المضارعة للأفعال السابقة حسنا هنا يا حبتي لاحظوا الأفعال رمى ما فعله المضارع؟ أحسنتم يرمي نقول رمى يرمي رمى يرمي لاحظوا الألف انقلبت إلى يا لذلك كتبناها بهذا الشكل حسنا بكى بكى يبكي بكى يبكي روى أحسنتم روى يروي أيضا طوى يطوي جفى ما مضارعها؟ أحسنتم يجفو محى مضارعها يمحو وأيضا تلا مضارعها يتلو وأيضا على مضارعها يعلو حسنا بعد أن أتينا بالمضارع بالأفعال المضارع منها نسأل أنفسنا إلى من قلبت الألف في كل فعل مما سبق هل إلى واو أو إلى يا؟ لاحظنا يا حبتي عندما قلنا مثلا على يعلو انقلبت الألف إلى واو وعندما قلنا مثلا حكى يحكي فهنا الألف انقلبت إلى يا وهكذا ثانيا كذلك أعلل أي أذكر سبب كتابة الألف في الأفعال السابقة فنقول مثلا كتبة الألف على صورة يا لأنها انقلبت في المضارع إلى إلى ماذا إلى إلى يا مثل رمى يرمي وهكذا لاحظوا هنا يا حبتي هذه هي الأفعال المضارعة بعد أن طبقنا عليها سويا أحبتي وصلنا إلى نهاية درسنا شكرا لكم على تفاعلكم كان درسا رائعا بتفاعلكم انتهينا من الألف اللينة في آخر الفعل تبقى لدينا درس ودرس أيضا آخر الألف اللينة في آخر الاسم والألف اللينة في آخر الحرب أنتقيكم فيهما بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر